موسيقى نتوجه بهذا السؤال نضيفنا هنا في الأستوديو سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث اهلا وسهلا من جديد يعني يبدو لأن العمران العريض هو الآن الحماية والحرب التجارية والنذر الحرب التجارية تؤثر حتى على مسارة الأسواق يعني إلى أي مدى هذه الحرب مرشحة ربما للانفجار خاصة بدخول بكين على الخط والرد حتى هذه اللحظة طبعا بدراسة تاريخية للتاريخ القصير اللي كان مرنا فيه منذ تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السياسة الحماية اللي يعني بصيغة عدائية نوعا ما تبدأ ومن ثم نشهد كيفية تدريج وتخفيف وتيرة أو تخفيف حدة التهديدات إن صح التعبير طبعا من المتوقع بشكل كبير أن ما حدث من الصين كرد اعتباري مجددا ردا على رفع الرسوم الجمهورية على البيضاء الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية الرد كان نوعا ما يعني يثير نوع من الضغط على الاقتصاد الأمريكي أن هناك منفع من الصين للاقتصاد الأمريكي الآن بنتيجة هذه الضرائب ممكن أن يصل الحجم لضغط حوالي 3 مليار دولار أمريكي وهذا بحد ذاته يمكن الصين من الحصول على بعض المفاوضات ما ننظر إليه نحن كمتداولين في الأسواق ونظر لهذه الحرب التجارية الحرب التجارية دوما لا تفيد أي طرف من الأطراف أنما تضغط عليها وعلى اقتصاداتها ولكن عادة الحرب التجارية تتصاعد مع وثيرة الأحاديث والأقاويل التي تكون متبادلة بشكل رسمي ولكن تأثيرها مؤقت وتعود مجددا للأسواق إلى تداول معطيات الاقتصاد الجزئي وما إلى ذلك من معطيات نمو داخل البلد نعم يعني حتى هناك تلويح بأن هناك نوع من السلع استراتيجية لم ستتركها الصين لاحقا إذا ما تطورت هذه الأمور منها الصناعات الثقيلة أليات ثقيلة وأيضا فول الصوية الصين تستورد تقريبا ثلث الإنتاج الأمريكي هل رأيك أننا قد نصل إلى هذا الحد أما هناك يعني أو حتى أن الصين قد تلجأ إلى أسواق أخرى يقال أنه بدأت حاليا تستطلع ربما أن تفتح أو أن تزيد من حجم مبادلاتها مع دول أخرى هل نحن أمام تغير في مشهد التبادلات التجارية العالمية يعني إذا عدنا إلى الفترة الماضية فالصين هي مستفيدة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقة التجارية المتبادلة خلال الفترة الماضية وهذا ما راد ترام تغييره من خلال هذه الرسوم الجديدة طبعا الصين تعي تماما أنها لن تعود العلاقات كما كانت مجددا مع الولايات المتحدة الأمريكية وممكن أن يكون هناك خسارة بعض المكاسب من الطرفين ولكن مكاسب الصين سوف تكون هي الأكبر خسارة من مكاسب الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أساسا في عندنا هذا القابل الكبير كان الآن الصين نظرنا إلى اقتصادها خلال الفترة الماضية لاحظنا أنها تتجه إلى العديد من الأسواق الجديدة وتتجه إلى خلق تجارات جديدة وعلاقات تجارية جديدة سواء كانت مع الشرق الأوسط أو سواء كان مع المنطقة الأفريقية إجمالا هناك نوع من التوجه نحو فتح أفاق وأسواق جديدة وليس الاعتماد فقط على الاقتصادات العظمى كمستورد رئيسي بالتالي ممكن أن نرى أن التأثير نعوذ ونؤكد أن التأثير ممكن أن يكون مؤقت وممكن أن يكون ينتهي عند هذه المستويات دون التمدد أو ضرورة إلى التمدد إلى المزيد من الضغطات هل برأيك سيذهب البلدان إلى تطبيق الرسوم أم المفاوضات الجارية لإزالتها تطبيق الرسوم من المتوقع جدا أن يتم تماما لتم الإعلان عنه أن يتم ولكن المفاوضات على أن لا يكون هناك أي تمدد وتفاقم بالحالة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة دعنا نتحدث عن والدستريت التي وصلها إحصار الحماية ربما وأثر على الأداء وتراجعت بـ 2% بضغط أيضا مقطع التكنولوجيا هل هذا التراجع مرشح للاستمرار أم أنه يزول بذوان المؤثر كما تفضلت؟ بالنسبة للأسواق الأمريكية فلاحظنا أن عملية التصحيح القوية التي كانت خلال الفترة الماضية هي مؤقتة ومحدودة عودة الارتفاعات كانت ضعيفة بعض الشيء هذا يثير أن الأسواق الأمريكية ونتحدث عن أسواق الأسهم هنا لا تزال في مرحلة التصحيح لا تزال في مرحلة بناء قاعدة لعودة المجدد للارتفاعات لستم مع الفريق الذي يقول أن هناك انهيارات كبيرة قد تحدث في الأسواق الأمريكية من هذه المستويات بل لا يزال يوجد هناك فراغ لمزيد من الارتفاعات إجمالا طبعا التأثير الصيني أو تأثير المتغيرات الجديدة في الحرب التجارية مؤقت على الاقتصاد الأمريكي وعلى أسواق وول ستريت وكنا في مرحلة عطلة لا يمكن الحكم بشكل واضح يعني الإيستر كان ضاقت على الأسواق إجمالا خلال يوم أمس اليوم ممكن أن مع الافتتاح الأسواق الأمريكية مرة أخرى قد نرى صورة أكثر وضوحا للاقتصاد الأمريكي خصوصا أنه عم ننتظر بينات مهمة جدا في نهاية هذا الأسبوع نشكرك السيد رائد الخضر رئيس خسما الأبحاث في إيكوتي جروب شكرا لوجدك معنا في البرنامج شكرا لك اشتركوا في القناة